موسيقى السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي جولة في أسبوع على شاشة تلفزيون حضر موت في هذه الحلقة عددنا لكم عددا من الملفات والتقارير المهمة التي تهم الرأي العام وكالعادة نرحب بمن ينضم معنا اتباعا عبر الأثير والبداية مع عنوين جولة الأسبوع برنامج المساهمات المجتمعية للتعليم الفني بنسخته الأولى يستهدف الدوائر الحكومية والإصلاحية المركزية ظاهرة التسول وانتشارها خفايا وأسرار وتساؤلات تتطلب إجابة تعليم المهمشين في أبسط الأماكن خطوة في الطريق الصحيح الحامي تكتسي بالأفراح بزفاف العرسان من شباب مدينة الحامي زراعة القمح بوادي وصحرى حضرموت حكاية شيقة خدمة توصيل الطلبات قصة نجاح لبعض مشاريع الشباب الناجحة السيدات والسادة أهلا بكم تعد ظاهرة التسول من الظواهر المنبوذة في المجتمع رغم رواجها وانتشارها حيث يتوزع هؤلاء المتسولون في الشوارع العامة والأزقة وأمام المحالة التجارية وفي الأماكن التي يزدحم فيها الناس عموما ورغم كل الجهود والمحاولات المبذولة في سبيل إيقاف تلك الظاهرة إلا أن المجتمع مازال غير قادر على اقتلاعها أو تغيير فهم القائمين عليها بمداوة سلبية وخطورة ما يقومون به نتابع التسول ظاهرة اجتماعية سيئة جدا لها آثار اقتصادية وأمنية على المجتمعات كارثية ونشد على أيدي الإخوة في رجال الأمن والجهات المسؤولة أن تكون لهم دور فاعل للقضاء والحد من هذه الظاهرة ألقى التقدير في مدينة المكلة التاريخية التي لها كان دور كبير في القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية طبعا ظاهرة تسول هي من الظواهر التي انتشرت في الفترة الأخيرة خاصة في محافظة حضرموت تعتبر من أسوأ الظواهر التي تعاني منها المحافظة وأبناء هذا البلد بسبب الظروف التي تعيشها البلاد بشكل عام وظروف الحرب سببت الكثير من هؤلاء الأشخاص أو ظهور هؤلاء المتسويلين في المناطق هذا يعتبر من تأثير الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع وانتشرت بشكل كبير نأمل أن يكون هناك حد لهذه الظاهرة والتقليل منها في المجتمع نأمل أن يكون للأمل والسلطة المحلية بالمحافظة لهم دور كبير في قطع دابر هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا وبشكل واسع في المحافظة انتشرت مؤخرا للأسف ظهرة التسول بشكل كبير في محافظة حضرموت وشريحة كبيرة من هؤلاء المتسولين من خارج المحافظة شريحة أيضا كبيرة منهم من الأطفال أو من النساء وهذا يعطي مؤشر جدا خطر على المحافظة وعلى المواطنين نتمنى أن يكون فيه ردود فعل إيجابية من الجهات الأمنية تجاه هذا الموضوع وأنه ما يكون فيه مساحة مفتوحة لهذه الظاهرة التي انتشارها وحصول آثار سلبية كما نقول على المحافظة وعلى المواطنين فيها فعنا تحصل متسول ساكم في فندوق الأول مرة تشوف متسول ساكم في فندوق ومتسول بملابس نظيفة وملابس أنيقة أفضل من الشخص الذي يتسول منه فهذا الشيء صراحة دخيل على حضرموت وأهل حضرموت وكترة الأطفال وانتشارهم في الطرقات وهذا الشيء خطير يسبب حوادث والحوادث هذا طبعا بيتحملها سائق باس والله سائق التاكسي والله وظروفه خاص من المتسول هذا فنحن نطالب الحكومة والسلطة أن تشيل هذا الشيء وتنتشيله من المحافظة بأسرع وقت ممكن أيها السادة مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحة لحضرموت في خطوة إيجابية تعزز الشراكة والتعاون مع مكاتب الوزرات أطلق برنامج التدخلات المجتمعية في الصيانة والتمديدات والتراكيب ليكون بذلك قد حقق نجاحا باهرا على المستوى المهني للطلاب تدريبا وتأهيلا وعلى المستوى الخدمي لمكاتب الوزرات يسادف عددا من المرافق التابعة لمكاتب التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والسكان والأوقاف والإصلاحية المركزية نتابع سويا هذا التقرير العمل بروح الفريق الواحد من مبادئ التكاتف بين أفراد المجموعة لأداء عمل معين وتحقيق السرعة في الإنجاز وهو من قيم الإدارة الناجحة وتتجلى فيه معاني القوة والتعاون في تحقيق نجاح بمختلف المشاريع بين الأفراد أنفسهم وبين العاملين وقياداتهم مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضر موت في خطوة إيجابية تعزز الشراكة والتعاون مع مكاتب الوزارات أطلق برنامج التدخلات المجتمعية في الصيانة والتمديدات والتراكيب ليكون بذلك قد حقق نجاحا باهرا على المستوى المهني للطلاب تدريبا وتأهيلا مستوى الخدمي لمكاتب الوزارات نحن اليوم ندشن البرنامج المساهمة المجتمعية والتي كان عبارة عن تقديم خدمة من المعاهد الفنية ومنتسبينها من الطلاب والمدربين وتحت إشراف سوق العامة المقطاع الخاص في عملية تقديم خدمة صيانات كهربائية وفي جانب التكييف المركزي التكييف العام التكييف تمديدات الأسلاك الكهربائية في إصلاح صيانة الغسالات في اللمبات كنوع من تخفيف العبع على هذه المؤسسات طبعا التداخل كان مع مكاتب شؤون الاجتماعية ومكاتب التربية التعليمية ومكاتب الصحة ومكاتب إدارة الأوقاف التداخل صار في أكثر من 12 منشأة حاليا نحن مرين اليوم على جمعية الطموح وما يتعلق بمدرسة المعاقات حركيا والضمور وعرجنا على دار الفجر للأيتام والحمد لله سعادنا ما شاهدنا من أبنائنا الطلاب في عملية إصلاح الجوانب الكهربائية والجوانب التكييفات وجوانب ما يحتاجونه في هذه المؤسسات وتخفيف العبع على هذه الإدارات في تخفيف اليد العاملة وإن شاء الله نحن في المساعدة المجتمعية راح نستمر في إنجاز هذا العمل كسلسلة مستمرة تغطي كامل المرافق سواء في المساجد في المرافق الصحية في المدارس أيضا حتى في اللاحقة إن شاء الله في المشاريع القادمة راح ننتقل إلى دول الأسر دول الدخل المحدود كتقديم خدمة في بيوتهم نتمنى إن شاء الله أن نحن نحاول أن نقيم التجربة التي نحن فيها ونستمر فيها ونلاحظ أن المجتمع بحاجة للتكاتف والتكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات ونحن كمكتب الوزارة نشيد بجنود المجهولين اللي كانوا حول ترتيب هذا العمل سواء كانوا من الفنيين من الطلاب من مدر المعاهد من سوق العمل والقطاع الخاص من خدمة المجتمع ونحاول قدر الإمكان أن نقدم لهم كل التسهيلات وكل الخدمة وأيضا حتى الفريق المساعد لنا والتغطية الإعلامية نشكرهم جزيلا ونشكر قناة حضرموت على هذا التغطية لهذا البرنامج وإن شاء الله بإذن الله سنكمل هذه المسيرة ونعتبرها نقطة انطلاق بالنسبة لنا ومن سمات القائد الناجح للفريق قدرته على بناء فريق عمل ناجح قائم على الثقة المتبادلة والانسجام والالتزام بمهماته وتحمل بسؤولياته ويمثل قوة للفريق فيبث فيهم القدرة على العمل والتعاون والتفاعل الإيجابي لإنجاز أهداف الفريق ازرعوا فيهم روح المبادرة ويحثهم على التنافس الذي يقودهم للتميزي والإبداع ويتطلب الفريق الواحد بيئة عمل متفاعلة ومتعاونة ومترابطة قادرة على التواصل بينها وأن يتحلى الفريق بالجد في العمل وبالإخلاص والتفان فيه وبالإتقان والانضباط في أداء المهمات المطلوبة قمنا بنزول إلى المدارس بعمل صيانة طوعية إلى مدرسة الطموح ومدرسة صلاح الدين وغيرها المدارس برنا أن نخرج نزولات ضمن المعهد مشاركات نخرج نلقي عمل تطوعي في بعض المدارس وبعض الجمعيات رحنا ندرسة في بنسينة للأولاد ومدرسة للبنات الأطفال برنامج التدخلات المجتمعية في استمرارية أسبوعية يستهدف عددا من المرافق التابعة لمكاتب التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل وصحة العامة والسكان والأوقاف والإصلاحية المركزية السيدة والسادة ابتهجت الحامي بتحقيق حلم عدد من الشباب في زواج جماعي بهيج حمل في معانيه الألف والمحبة وأسس حيوات زوجية سعيدة لعدد من الشباب في مدينة الحامي لترصد لنا الكاميرا مشاعر الفرح والسعادة والابتهاج في مدينة الحامي الساحلية وعلى مقربة من شاطئها الخلاب تفاصيل مراسم اليوم لن ينسى في مخيلة شاهديه وسيبقى محفورا في ذاكرة أفراد اجتمعت كل هذه الحشود من أجلهم مدينة الحامي تزف أربعة وستين من أبنائها إلى النصف الآخر من دينه الزواج الجماعي الخيري الثاني لأهالي المنطقة بدأ بمراسم عقد النكاح تله استعراض للألعاب الشعبية المتوارثة والمتأصلة بالمدينة الساحلية مساءً تواصلت الفعالية الفرائحية بالحفل الرجلي الذي زينت فيه سماء المحتمية بالألعاب النارية وأرضها تتماهى مع المعزوفة الموسيقية والفرق المسرحية نحن اليوم في مدينة الحامي التي تشهد هذا العرس الجماعي الذي تقيمه اللجنة هذا العرس الذي يأتي برعاية كريمة من محافظة حضرموت المبخوت مبارك بن ماضي الذي تولى رعاية هذا العرس الجماعي الذي يحظى بتزويج أربعة وستين عروس وعريسة بالنيابة عني وعن العرسان أخواني الذين اليوم بيدخلوا قفص الدهبي وربنا يوفقهم إن شاء الله ونشكر الجميع بالداتة أصحاب لجنة الجواج الجماعي بمدينة الحامي ونشكر الحضور جميعا والداعمين جزاهم الله ألف خير اختصروا لنا مشروع الزواج مثل هذه المشاريع التي تزيد من أواصر الألفة والمحبة بين أبناء البلاد فضلا عن تخفيف الأعباء على الشباب في تحمل تكاليف الزواج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد رأى دخال لتلفزيون حضر موت الحامي مازلنا معكم مشاهدين الأكارم نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل جولة الأسبوع ابقوا معنا عودة لكم مشاهدين الأكارم في جولة الأسبوع ينمو القمح في ظروف مناخية وتربة تختلف اختلافا واسعا إلا أن المحصول الجيد يتطلب ظروفا حيوية مناسبة وتربة ملائمة للحصول على أعلى محصول ولابد لمزارعي القمح من استخدام التقاوي العالية الجودة والخالية من المرض وأن يزرعوا ويحصدوا القمح في الوقت المناسب تماما وبالإضافة إلى ذلك فعليهم حماية المحصول النامي من التلف الناتج عن الأمراض والآفات تعد زراعة القمح في واجي حضراموت ركيزة اقتصادية مهمة جدا للمنطقة حيث توفر فرص عمل وتحسين الدخل وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر إلا أنه في السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة وصعوبات في توفير الموارد بكميات كبيرة وبأسعار معقولة حيث يواجه المزارعون صعوبات في شراء الأسمرة المعدومة وبذور القمح بكميات كافية لمساحات زراعتهم مما أثار على انتاجيتهم وأجبرهم على تقليص مساحات الزراعة موسم القمح هو الموسم الأساسي في الزراعة في حضموت بشكل عام في الوادي هو الموسم الأساسي لكن بدل من الفلاح يزرع خمسة ستة كياس سبعة كياس الغلال الآن الموجود خلها يزرع كيس كيسين الكيس كيسين ما ظهرت شي في السوق ما عادت سويت له شي نهائيا يعني ما باع يلا باعنا يا كلها فما عاد شي دخل للسوق أو ما عاد باع شي للسوق فأصبح يعني يقلل قدر الإمكان قدر حاجتها فقط يحرص المزارعون على التغلب على هذه التحديات من خلال تدخل الجمعيات الزراعية ومنظمات المجتمع المحلي حيث حرصت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية على دعم المزارعين بالمديريات الغربية بوادي حضر موت من خلال توفير الأسمدة وبذور القامح وتم استهداف حاليا المزارعين مئة مزارع في المقابل عدد المزارعين يفوق الـ 1500 مزارع في مدنية القطن والمساحة الأرض الزراعية في مدنية القطن يفوق الـ 85 ألف هكتار طبعا نحن مهتمنا بمحصول البر لما رأينا من حاجة السوق لهذه المادة وأيضا ما يتميز به وادي حضر موت بزراعة القمح فحبنا أن ندعم المزارعين لتزويد الناتج المحلي بمحصول القمح تتميز حضر موت بتضاريسها المتنوعة مما يوفر فرزا فريدة لزراعة القمح حيث يتم زراعة القمح في الأودية الواقعة بين التلال الجبلية وفي مناطق السهول والأجزاء الصحراوية المنخفضة لما تتمتع به هذه المناطق بتواجد مياه الأمطار والينابيع الجوفية التي تمد المزارعين بمصادر المياه اللازمة للري أيها الأعزاء إن العمل الاجتماعي والمشاركة قد تساعد المراهقين المهمشين في حياتهم المهنية مستقبلا خاصة إذا أتيحت لهم الفرصة في إمكانية البحث والمشاركة في القضايا الاجتماعية من خلال الدراسة والتطرق إلى قضايا العرق وعدم المساواة في وقت تحتل فيه هذه المواضيع أبرز عنوين النقاشات الدائرة يوميا يمكنه أن يساعد الطلاب المحرومين في بناء الوعي النقدي اللازم الذي سيمضي بهم نحو التحقيق النجاح عندما يصبحون راشدين وهنا بادرة لأحد الشباب وأحد المدرسين لتعليم المهمشين نتابع تحديا كبيرا يقف أمام المعلم سعيد عليو بمنطقة القهوة التابعة لمدرية القطن في تعليم الأطفال المهمشين وضمان اندماجهم في المجتمع ومن أجل تحقيق هذا الهدف قرر المعلم ابتكار مبادرة فريدة من نوعها تعليم الأطفال المهمشين في بداية الأمر تحت الشجرة أو باستئجار أحد البيوت بالتنسيق مع مكتب محول أمية وتعليم الكبار بمديرية القطن المكان اللي كانوا يدرسون فيه يقول لك تحت العلوف في المسيان ثم تم نقلهم إلى بيت يدرسون فيه لمدة سنتين تم تدريسهم كتاب محول أمية بمديرية محول أمية المعتمد من إدارة تربية وتعليم محول أمية بالوادي والصحراء واجتازوا الطلاب لمدة سنتين درسنا سنتين بمثابة أربع سنين التحق منهم البعض منهم التحق بمدارس الحكومية بعضهم السنة هذه يدرس فيه صف خامسة بالشهادة التي يقذوها أيضا منهم يدرس فيه ثانية الآن في ثالثة عندنا بعد عامين من نجاح المبادرة تم اعتماد فصل دراسي مجهز بالحاجات الأساسية من كبل مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية استجابة للواقع الذي يواجهه العديد من الأطفال في المنطقة حيث يعانون من صعوبات في الوصول إلى التعليم الأساسي في المدارس الحكومية يعود ذلك إلى العوامل المتعددة مثل الفقر والنزاعات والتهميش الاجتماعي أسبابا أن نزوح الحرب من بعد الحرب نزوحوا هنا منازحين وكان عندهم معناتهم ما تدعش يعني مواصلة دولة عندهم إمكانيات بل نتصل على العيش عيشة تمضاء وفقيرة ولن بولا عندهم يعني أعمال مثلا يعني من المدينة علينا بأعمال أو بأتلقيات عيالهم يعني كاد حينهم على مستوى الفقر يعني كاد حينهم ونشكر بسلطة البادية بهذا الاكتمام وألف شكر لهم استفدنا الأداب وستفدنا الدين واستفدنا يعني الاحترام وكل شيء كان من أول عيانة قهار ولا يفهموا أي حاجة لكن ذا حين الحمد لله مع الأستاذ ذا سعيد درس هنا الحمد لله يعرفوا يقروا ويكتبوا شوية ذا حين أباقي الأمهات نشين ندرس نتعلم نقرأ ونكتب التحك الكثير من الأطفال المهمشين بالمدارس الحكومية بعد أن تم تأهيلهم حيث تتضمن المبادرة تدريس المواد الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب بالإضافة إلى المهارات الحياتية الأساسية مثل القيم والأخلاق والتعاون السيدات والسادة البراءة ثمرة الحياة التي وإن قطفت تعطي غذاء مفيدا خاليا من الاضطرابات الحياتية الطفولة وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة نبتهج جميعا وتبتهج مدرسة السيدة عيشة على وجه الخصوص بهذا اليوم من خلال فعاليات أقيمت بهذه المناسبة نتابع سويا هذا التقرير الذي أعد خصيصا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذه أربعة حلقات تضم مجموعة أطفال نرى ابتسامتهم تتجاوز عدسات الكاميرا فرحين بهذه الأجواء التي هيئت لهم في ظروف لربما لم تكن مستقرة تماما فيما هناك المشهد قد فقد منذ خمسة وعربعين يوما في غزة التي يئن فيها أطفالها بؤسا بما خلفه القصف الإسرائيلي الغاشم ابتسامة طفل تبدو مفقودة تماما وهي أقل ما يمكن أن يحظى به طفل لم يرى من الدنيا غير بياضها نحن اليوم موجودون في مدرسة عائشة أحد المدارس الجميلة جدا في مدينة المكلة من حيث التنظيم من حيث التنتيب هيئة إدارية جميلة جدا قائمة بدورها الكثير واليوم نحن نحتفل مع الأطفال بالذكرة في 33 اليوم العالمي للطفل ونحن في السلطة المحلية طبعا نهتم كثيرا بموضوع التربية والتعليم وكل ما يتعلق بالتربية والتعليم في مدينتنا مدينة المكلة عاصمة حضرموت بما في ذلك الطفل الذي هو اللبنة الأساسية لتكوين أي مجتمع الحقيقة شهدنا اليوم حافل متواضع جدا لكن حافل جميل حضره الطالبات الموجودات الجميلات هنا عندنا والمعلمات وكافة الهيئة التدريس في المدرسة والإدارة وكمان حضوره للتربية والتعليم عن وسط المديرية شيء جميل جدا انتقام مثل هذا الأنشطة اللاصفية اللي فعلا تنشط الطفل وتوجهه باتجاه التعليم وباتجاه الدراسة والتعلم نحن في السلطة المحلية لن نقل جهدا في توفير كل ما يطلب من حقوق هذا الطفل وأتمنى من الله أن يأتي العام القادم والطفل في حال أحساب من هذا الحال وطفولة سعيدة إن شاء الله في اليوم العالمي للطفل المحدد من الأمم المتحدة العشرين من نوفمبر نجد انفصاما واضحا بين المقاعد الأممية سياسة الكيلة بمكيالين تجرم روسيا على ممارساتها في أوكرانيا فيما تبرر ممارسات إسرائيل العدوانية على الأطفال في غزة لنعود بالكاميرا إلى مدرسة السيدة عائشة بالمكلة حيث الطفولة واضحة والبراءة تبدو جلية على وجوه أطفال المدرسة التي نظمت هذه الاحتفالية عضيعة سعادة الأطفال شعارها أولا نرحب بالحاضرين جميعا مدير التربية بمديرية المكلة أستاذ أحمد برحمن نرحب أيضا معمور المكلة وقسم الأنشطة في المديرية نرحب بالحاضرين جميعا مدرسة السيدة عائشة ترحب دائما بضيوفها الكرام اليوم يوم الطفولة العالمي اليوم العالم أجمع يحتلفل بهذا اليوم الطفل له حق فيها كثير من الحقوق منها التعليم ومنها اللعب ومنها التفكير ومنها العيش بسلام اليوم نحن من مدرسة السيدة عائشة بنوصل رسالة بإذن الله إن الطفولة لها حقوق كثيرة تحافظ وتحترم تنوعت الفقرات التي أقيمت في الاحتفالية ما بين فقرات راقصة عن أشيد هدفة وأركان متنوعة لم ينس أطفال المكلة إخوانهم الأطفال في غزة وأعلنوا تضامنهم معهم في مشهد مؤثر يطلبون طفولة سعيدة خالية من الحروب طبعاً نحن اليوم في مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي للبنات ضمن إنشطة لصفية لمكتب التروي والتعليم بمديرية مديرية المكلة هناك اليوم احتفال بالعيد العالمي للطفل حقوق الطفل في التعليم والرعاية والصحة والاهتمام طبعاً مدارسنا جميعها تحظى بهذا الاهتمام والدعم والرعاية لجميع ابنانا التلاميذ والأطفال بدلاً برياض الأطفال وانتهان هناك بمراحة التعليم الأساسي العام كاملة ما أحب أن أؤكد عليه أنه اليوم في مديرية المكلة أصبحت لدينا رياض أطفال تسع رياض تهتم هناك بالأطفال لتنشير الاجتماعية والدينية وتعليمية بمناهج معتمدة مقررة تم طباعتها على نفق السلطة المحلية بالمحافظة البيئة التعليمية بيئة جاذبة الأطفال بها كافة العاب وكافة هناك المناشط والأركان والزوايا الخاصة برياض الأطفال ينتقل هناك بالتأكيد للتعليم الأساسي في أولى درجاته أولى ابتداء كما شاهدنا اليوم في هذا الحافظ هناك الأطفال المبتهجين لديهم هناك صفوف مرتبة نظيفة لديهم بيئة تعليمية جاذبة عندهم هناك من الدعم من قبل المعلمين والدارات المدرسية والسلطة المحلية والتربية التعليم فيما يبقى التساؤل عريضا كيف سيكون مستقبل هؤلاء الأطفال في ظل توتر سياسي عميق لم يلتأم منذ العام 2015 للميلاد في بلادنا الكفاح والنجاح أيها السادة كلمتان لا نستطيع فصلهما عن بعض فلا يوجد نجاح بلا تعب وجهد وكفاح فالنجاح طريق طويل لا يتم بلوغه إلا بالكفاح والنضال لتحقيق ما تريد ولا بد من عدم اليأس فالطريق طويل للكفاح وأيضا الكفاح هو المحاولة للوصول مهما واجهتنا من صعاب في الطريق فالكفاح هو طريق طويل يحتاج إلى جد وتعب واجتهاد للوصول لمحطة النجاح والقمة وهنا شاب عشريني يدعى أسامة استطاع أن يؤسس مشروعه الخاص وبنجاح باهر نتابع في كل صباح تعانقه روح أسامة لابد أن تعانق عيناه هي الأخرى تفاصيل دراجته النارية هي رفيقة يومه وركيزة مشروعه الذي يقتات منه ومصدر أساسي لتوفير مستلزمات معيشة أسرته أسامة شاب عشريني عاد من السعودية محل إقامته الدائم منذ ولادته ليستقر به المقام في مدينة المكلة طبعا فكرة المشروع مستوحى من السعودية طبعا كنت اشتغلها في السعودية هناك جيت اليمن خرجت قبل 9 سنين تقريبا فبدأت في بسلة بدأنا عادين نوسكها لكياس ونربطها عشان نحفظ الحرارة بعدين بدأنا بسلة وحطت الآن زي العوازل اللي هو اللباد بعدين فصلت الشنطة الأولى فصلت الشنطة الأولى بعدها على حبة حبة جبت اثنين من الشباب اشتغلوا معي فصلت نزلت شنطتين زيادة اليوم ما شاء الله معي 14 شنطة وبإذن الواحد الأحد في زياد لم ينتظر اسامى قبوله في وظيفة تواكب ميوله فاطلق مشروعه الخاص الذي يقدم خدمة لتوصيل طلبات المتصلين ليكون جسرا يربط بين ضفتي شوارع المدينة ينتهي مساره على راحة يدي العميل نحن تي سي نقوم بالتعاون مع سيمون لخدمة طلبات في المكلة سيمون دائما تتوصيل طلبات توفر كثير من الزبائن والعملة كان تي سي أو غيرها خدمة سيمون طلبات دائما تكون توصيلها سريع توصيل الطلب يكون مناسب الطلب يوصل سليم للزبون ما يوصل أنه مع الدمون شي الأمان من الأفضل الخدمات التي كنت تتعاملت حتى أنا شخصيا مع سيمون أمثال أسامى الكثير من الشباب في المكلة نهضوا بمشاريع خاصة ليحاربوا بها اليائس ويصنعوا من مشاريعهم نماذي كفاح لم يحبطها أو يكسرها وضعوا البلاد الراهن رائد خالد لتلفزيون حضر موت المكلة السيدة والسادة قل للحظة العابرة تمهلي قليلا فما أجملك لكن اللحظة لا تتمهل ولا تتوقف ولا تنتظر حتى تقارير هذا الأسبوع انتهت نلقاكم الأسبوع المقبل في تقارير وأحذات جديدة حتى الملتقى لكم منا أحلى واطيب ورقة المونى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة